موسيقى 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 أنا أخيي أرز نحن وصغار منحب نلعب جيمز وقت كان عمري 25 و 26 اتفقنا أنه نعمل جيم باللغة العربية طبعا كنا منعرف نلعب كتير بس ما منعرف نطور علعب طرنا نتعلم كيف لصصة نعمل طب الاخر وصلنا وطلعنا أول لابة واخدت نجاح بلا من كومت وعين وكان اسمها لابة بيردي نوم نوم كانت أول لابة عربية بتنطلق على الآيفون وعلى الاندرويد وراء هذا النجاح فكرنا أنه فينا بركة نأسس شركة اللي صار اسمها بإخلاء 2011 ونصيرنا عم نشتغل فول تايم بتطوير الألعاب اللي هو شيء أكيد ما نحبه ووظفنا معنا صوفتور انجينير صنع نطور الألعاب من الوقتة وصار الأكيب يكبر شوي 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 في شركة موجودة ببيروت تعرفوا علينا وآمنوا بالفجن اللي كان عنا إياها لتطوير الألعاب وساعدونا ماديا ومعنويا وعطونا للسابورت اللازم كلمة نأسس شركة وكلمة نبليش نكبر كنا عم نعمل الألعاب الزيادة وكل لابة عم نعملها كانت عم تكون فاين تيوند أكثر من اللي قبلها طبعاً مع الخبرة اللي أخذناه موسيقى اليوم نحن عنا 15 لابة على الستور بيختلفوا في منهم أكشن في منهم بوزل في منهم سعيفية في منهم ترفيهية موسيقى بذات الوقت وصعنا بدمان تاني كمان خاصوا بالجايمينج ووظفنا كمان عالم الزيادة نشتغل واليوم عنا خمس بلاد نشتغل فيها برات لبنان موسيقى من تقريباً سينة ونص بلاشنا نعمل ألعاب بس للفيرتشورياليتي اللي هي الواية الافتراضي العالم بتغرأ بقلب اللعبة بيصير تحركاتها الفيزيكل كأنها هي بقلب اللعبة خذتنا وقت كتير صغير بتعلمنا كيف تنعمل ومن وقت تاسنا مركزين بس على الفيرتشورياليتي نحن في 2016 فتحنا مكتب بسان فرانسيسكو بأميركا كما يكون عنه ويندو أكتر على شوان بيصير بأميركا اللي هي منغة الأسواق المعروفة بالجامج كتير عالم عبالة تشتغل بتطوير الألعاب ما عندها مطرح تروح على تتعلم فنحن دايماً نستقبل أشخاص بيقعدوا مع الشباب هنا ويتعلموا كتير لسي تطوير الألعاب نحن بلاشنا كنا شخصين اليوم صرنا فور العربي الشخص بالشركة اليوم بشوف جامكوكس عبتتبنى حالة تكنولوجية جديدة عبتنزل اللي هي حلوة للجامجر أولأ تحتيح أشعر 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 اشتركوا في القناة